من ضمن الاسئلة آآ سؤال بخصوص في امتحان الجامعة الامريكية لتحديد المستوى الاس اي بي تي آآ انا جالي الامتحان وجالي ان في شركة والشركة عبعت له خطاب ببلغني بحاجة لما قلته كويس لقيت ان مجرد تبليغ معلومات فكده كده المفروض ارد بمية كلمة ازاي انا حاست ان رد اوكي تمام شكرا الشركة مجرد ببلغني معلومة ان في تغيير في العقد هيبقى كذا كذا وخلاص كده الرد عنهم يبقى ايه آآ وتقول شكرا ان فيديو حضرتك مفيد احنا عملنا فيديوهات بخصوص الاختمر يعني عادة لما يقولك مية كلمة مش هيبقى الرد اوكي تمام اوكي تمام ده وفقا ليه اعتقادنا في اوستاذ ماريان عادة بيبقى الرد خاصة انا عرف ان حضرتك يعني امتحان تقريبا من شهر انا اسف الورد متاخر ولكن عادة احنا بيبقى الرد على حسب هو ايه التغيير يعني التغيير ده مش هيبقى اوكي تمام لا التغيير ده هيترطب عليها حاجات لان انا متفق معاكم مسلا على اه ونقل شحنة بمواصفات كزا وشحنة تغيرت بمواصفات معانا تاني فما يجيش اقول له اوكي تمام لا لازم ارد ايه سبب التغيير طب ده هيأثر على ايه في العقد انا بدي انا طبعا معديش الليتر كله عشان اعرف ارده ولكن بالموضوع ده لازم اطلع منه حاجات لازم اقول له هل ده هيسري على السعر القديم ولا هيبقى فيه كمان تغيير في السعر فكل الحاجات دي لازم تتقال فاحنا ممكن مسلا نرد لليتر بتاعك وبتغيير الكزا كزا عن السعر المتفق عليه او عن المواصفات اللي تغيرت علينا بليز ان احنا رد علينا في وان تو سري فور فايف سيكس وبعدين محتاجين الرد في خلال مدة كزا فتحط لهم المدة وشكرا على التعاون وكزا او اه النهاية فكل الكلام ده لا هياخد وقت التنسيق بالكلام فما فيش او 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 تمام لا احنا بنرد بهذه الطريقة لانه الهدف مش او كي وتمام الهدف انه يتشالنج عندك حتى كتابة الليتر وكتابة المرسلات البيزنس ويعرف ازاي ترتبها وتنسقها والباضي بتاع الايميل وزاي تكتب كل هزي التفاصيل يجب انك تأخذها في الاعتبار وربنا وفاقك وكتب لك كل خير باسن الله